نشاط واضح في سرعة الرياح الجنوبية الشرقية التي ستزيد من الشعور والبرودة خلال بداية الأسبوع التفاصيل بعد قليل تفاصيل بعد جيل نفس الطام الأصيل شركة جميل بستامي وأولاده وكلاء إطارات بريدج ستون وفاير ستون في المملكة حلويات الحاج محمود حبيبة وأولاده المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقارية أسعد الأوقاتكم بكل خير متابعين في الأردن ورحبكم في هذه النشرة الجوية الرئيسية من طقس العرب نهارا اليوم سات أجواء صافية ومستقرة بشكل عام كمهبة رياح جنوبية شرقية زادت من الشعور بالبرودة يتوقع أن تستمر هذه الأجواء خلال يومي الأحد والاثنين مع نشاط واضح في سرعة هذه الرياح التي ستزيد من الشعور بالبرودة خاصة يوم الاثنين تحديدا حيث سيتزامن هبوب هذه الرياح مع انتشار لغطاء صحابي من الغيوم العالية بدون فعالية والتي ستزيد من الشعور بالبرودة بشكل إضافي نتحدث أكثر حول الرياح باستعراضنا لهذه الخرائط لتوزيع أبات الرياح المتوقعة من نهار اليوم السبت وخلال بداية الأسبوع القادم مرتفع جوي يمتد من أراضي العراقية بالتجام من منطقة بلاد الشام يدفع برياح شرقية إلى جنوبية شرقية تزيد من الشعور بالبرودة خلال يومي الأحد والاثنين لكن تزداد سرعة هذه الرياح خلال ساعات نهار يوم الاثنين بالتزامن مع انتشار كميات كبيرة من الغيوم العالية بدون فعالية التي ستحجب أسعاع الشمس وبالتالي تزيد من الشعور بالبرودة نظم الآن للعاصم عمان وتوقعات الجوية للثلاث أيام القادمة يوم الأحد أجواء غائمة جزئيا 20 درجة مئوية فتوقع كحرار عظمى أما الصغرى 13 يوم الاثنين كما ذكرنا غيوم عالية ستغطي سماء المملكة بالتزامن مع هبوب لرياح شرقية إلى جنوبية شرقية ستزيد من الشعور بالبرودة المقاسة ستكون 19 درجة مئوية لكن المحسوس ستكون أبرد من ذلك الصغرى 11 درجة مئوية يوم الثلاثة كتلة هوائية باردة متوقعا تبدأ تأثيرها على المملكة تتراجع هذه الرياح الشرقية لتصبح اتجاه الرياح غربي قادم من شرق البحر من المتوسط الرطب الخصائص سيعمل انتشار كميات من الغيوم المنخفضة وفرصة لأطول زخات من الأمطار 15 درجة مئوية كحرارة عظمى أما الصغرى 8 درجات مئوية نبقى في العاصم عمان وتوقعات الجوية لهذه الليلة حيث تتفرق بعض الغيوم 10 درجات مئوية فقط كحرارة مقاسة المحسوسة 8 درجات الرطوبة من خفضة والرياح تكون شرقية خفيفة إلى معتدلة أسرع توقعات الجوية لباقي المدن الأردنية ليوم الأحد نبدأها من المنطقة الشمالية أجواء مستقرة غائمة جزئيا بغيوم عالية بدون فعالية مع نشاط واضح في سرعة الرياح الشرقية المفرق 21 إلى 14 إربد 21 إلى 14 أيضا جراش 20 إلى 15 وعجلون 19 إلى 14 درجة مئوية المنطقة الوسطى الزرقاء أجواء غائمة جزئيا 21 إلى 14 البلقاء 20 إلى 15 حمان 20 إلى 13 مادبة 23 إلى 15 والبحمية 27 إلى 21 درجة مئوية المنطقة الجنوبية الكارك 22 إلى 15 الطفيلة 18 إلى 14 الشرع 18 إلى 13 معان 21 إلى 15 والعقبة 29 إلى 23 درجة مئوية أخيرا المنطقة الشرقية الأزرق 23 إلى 14 الصفاوي 23 إلى 12 ورويش 22 إلى 12 مع أجواء غائمة جزئيا بغيوم عالية بدون فعالية إلى هنا تنتين نشاطنا للقاء النشر الجوية تأتيكم بالاشتراك مع بنك الاتحاد شكل مستقبلك المناصير للزيوت والمحروقات شركة بستامي وصاحب وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن ليدرز سنتر كريم هايبر ماركت شاي الغزلين جيل بعد جيل نفس الطعم الأصيل شركة جميل بستامي وأولاده وكلاء إطارات بريدج ستون وفاير ستون في المملكة حلويات الحاج محمود حبيبة وأولاده المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري اشتركوا في القناة شكرا